السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معكم علاء عادل في حلقة جديدة من الحلقات اللي بقدمها لحضراتكم اللي بتتناول بعض أسرار البرامج النهاردة ان شاء الله نتعلم حركة جديدة في برنامج فيديو سكرايب وهي حركة الممحاء أو الأستيجة نشوف مع بعض الحركة وبعدين ننفذها ان شاء الله أول حاجة بكتب النص اللي أنا عاوز أمسحه وبلاحظ بس ملحوظة زايرة اللي أنا لو همسح جزء من النص مش النص كله فبقسمه في الكتابة على مراتين يعني بدلا بكتب الكلمة كلها على بعض لا أكتبها على مراتين زي ما هو واضح هنا أنا كاتب هنا الائم لوحدها لأن ده المفروض لأنها مسحها وكاتب كلمة بوسيبل لوحدها تمام فما بكتبش الكلمة كلها على بعض نشوف ازاي بقى نضيف التأثير المحاية أول حاجة بروح على مكان استراد الصورة وبكتب كلمة إيريز واضغط بحس هيجي لي كذا شكل المسح باختار أي شكل من الأشكال البيضة وابدأ أغير مساحته بحيث اللي هو يكون مناسب لحجم الكلمة الجزء اللي أنا عاوز أمسحه الشكل ده بعد كده أغير بعض الاعدادات بتاعته أقل الوقت بتاعه خليه مناسب اللي يكون اتنين ونص وباقي الاعدادات عادي جدا أبدأ أشوف التأثير تنفذ ولا لا تنفذ زي ما احنا شايفين في عندي هنا بعد ما أضيف تأثير المحاية في عندي ثلاث ملحوظات أحابب أقولها لحضراتكم أول ملحوظة اللي أنا لازم أثبت الكاميرا على الشكل الموجود عندي ده بحيث اللي أنا لما أجي أستخدم المحاية ما تخرج ليش برا الإطار بتاع عرض الفيديو فبفعل الجزء الممسوح اللي هو الأبيض وباجي على اليمين هنا وبضغط على الجزء بتاع تفعيل الكاميرا كده لما أجي أمسح هتبقى هيفضل الإطار العام بتاعي منحافظ على شكله زي ما هنشوف دلوقت في عرض الفيديو دي أول ملحوظة الثاني ملحوظة اللي أنا لازم أختار شكل إيد مناسب للمسح بالأستيكة أنا في العرض اللي فات شفناه اللي هو بيمسح وظاهر في الإيد ألم رصاص لا أنا هختار من شكل الإيد هنا شكل إيد ومعها محاية أنا لسه مستخدمها فهتكون ظهرة قدامي بالشكل ده لو مش موجودة عندي بقلب وبدخل على اسم جوي ألاحظ اللي هي موجودة فيها أختارها لكن أنا عشان نستخدمها لقيها موجودة هنا فأختار الشكل ده كده أنا ضفت تأثير المحاية العادية على الكلمة آخر ملحوظة اللي أنا لازم المحاية تكون في آخر الكلمة طالما أنا كاتب الكلمة على جزئين فما ينفعش المحاية تكون موجودة بين جزئين الكلام ليه لأن أنا لو عرضت هيكتب لي الأول IM وبعدين يمسحها وبعدين يكتب لي Possible أنا هنقل المحاية هشدها بالماوس أخليها بعد كلمة Possible وأبدأ أعمل عرض للشريحة ونشوف كده هيكتب الكلمة كاملة وبعد كده يمسح كلمة IM كده اتعلمنا إزاي أستخدم المحاية العادية المحاية الرصاص نفس الطريقة ولكن بدل ما اختار الإيد اللي مسكة المحاية هاختار إيد ومسكة ألم رصاص مقلوب بالشكل ده زي دي اختارها برضو لو مش موجودة عندي هلاقيها برضو في Joy اختار دي واقول له OK واعمل عرض ونشوف التأثير هيجي ازاي ده كان درسنا النهاردة يا رب كنا قدمت لحضراتكو فيه فكرة مفيدة سعدت جدا بلقاء معاكم وما تنسوش تدعمونا بعمل سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة